اشتركوا في القناة نظرت ذات يوم الى المستقبل فأرته حرا كريما لمصرى وابنائها تطلعت الى التخلص من الاستعمار والسيطرة الاجنبية وقدمت من اجل ذلك تضحيات هائلة حتى توجد ثورة يوليو الخالدة تلك المسيرة الممتدة التي تبلورت خلالها الوطنية المصرية واشتد عودها لتقف على قدمين ثابتتين مطالبة الاستعمار بان يحمل عصاه على كاهله ويرحل كما ردد الزعيم جمال عبد الناصر قائد الثورة الذي نتوجه اليه اليوم بتحية اجلال وتقدير ونتقدم ايضا بتحية اعتزاز للرئيس محمد نجيب الذي تصدر المسئولية في لحظة دقيقة من عمر الوطن وللرئيس البطل محمد انور السادات الذي ادى الامانة في الحرب والسلام ودفع حياته ثمنا غاليا لكرامة مصر ومستقبلها شعب مصر الكريم اسست ثورة يوليو الجمهورية الاولى منذ سبعين عاما ومضت في طريقها تبني مصر جديدة في زمنها ويعل شأنها شرقا وغربا لتطبح مصدر الهام للتحر الوطني في جميع انحاء العالم كما قطعت شوطا مهما لتمكين قطاعات كبيرة من ابناء شعبنا من الفلاحين والعمال وعطيهم مكانا يليق بهم طال انتظارهم واشتياقهم له حققت الثورة انجازات عظيمة في كثير من الاحيان وتعصرت مسيرتها في اوقات اخرى وبعد سبعين عاما على تأسيس الجمهورية ومع تغير طبيعة الزمن وتحدياته واكتياز الوطن لاحداث تاريخية كبرى خلال السنوات من 2011 الى 2014 وفترة عصيبة من الفوضى وعدم الاستقرار هددت وجود الدولة ذاته ومقدرات شعب مصر كان لزاما ان نفكر بجدية في المستقبل وفي الجمهورية الجديدة التي تمثل التطور التاريخي لمسيرتنا الوطنية كامة عظيمة انا لها ان تستعيد مكانتها المستحقة بين الامم شعب مصر الابي ان اسس وقيم الجمهورية الجديدة تبني على سابقتها ولا تهدمها تضيف اليها ولا تنتقس منها تقوم على اولوية الحفاظ على الوطن وحمايته واستواقع دولي واقليمي يتزايد تعقيده والطرابه على نحو غير مسبوق ويحدث الجبهة الداخلية بالنظر الى تغير طبيعة التهديدات التي اصبح جزء كبير منها يستهدف الداخل حصرا ان الجمهورية الجديدة هي نتاج لمرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر من الصعاب والتحديات ادرك المصريون خلالها وتأكدوا بعين اليقين ان الوطن الامن المستقر يعلو ولا يعنى عليه كام ان تطوير والتحديث الاجتماعي والاقتصادي اصبح ضرورة للحياة والمستقبل وليس طرفا ورفاهية ان واقعنا الديمغرافي والاقتصادي يحتم علينا ان نتحدث فقط عن التنمية بالمفهوم التقليدي وانما على الانطلاق بمعدلة النمو المرتفعة ومتلاحقة وتنمية مستدامة متسارعة حتى تصبح الانجازات الاستثنائية عادتنا الطبيعية ان الجمهورية الجديدة تسعى لتوفير فرص متكافئة للعمل والحياة الكريمة لهذا الجيل والاجيال القادمة وبناء القدرة الوطنية في جميع المجالات لتصل مصر الى الموضع الذي يطمح اليه شعبها ان تحقيق كل ما سبق والحفاظ عليه وتنميته يتطلب بالتوازي مع مسيرة البناء والتعمير تطوير الخصائص الانسانية في مجتمعنا بناء الانسان المصري والارتقاء باحواله تعليميا وصحيا وثقافيا وهم يتطلب قدر ضخما من العمل والكفاح في اطار مجتمعي متكامل يقوم على التوازن الدقيق بين الحقوق والواجبات شعب مصر العظيم ان لكم ان تفخروا بما حققناه عبر تاريخنا الحديث منذ الاستقلال ان مسيرتنا الوطنية تمدي للامام رغم الصعاب والتحديات نتطلع الى المزيد اذا ان امال شعبنا تلامس حواف السماء ونعمل بجد واخلاص وعلم على تحويل هذه الامال الى واقع وحقائق في كل مكان على ارض مصر نعلم ان شعبنا العظيم تحمل الكثير وضرب المسل في الصبر والصمود امام ازمات عديدة ونتمئنكم ان الدولة تبزل اقصى ما في الجهد والطاقة بلا كلل لتوفير فرصا عمل جديدة ومتميزة وزيادة الدخل للمواطنين واقامة مسارات جديدة لتطور نمو الاقتصاد بما يتواكب مع العصر ومع طموحات ابناء الشعب نطمئنكم ان جميع الاصوات الجادة مسموعة لما يحقق صالح الوطن ويسرم في بناء المستقبل والواقع الجديد الذي نطمح اليه ونعمل من اجله وخصين النية لله والوطن شكرا جزيلا وكل عام وانتم بخير ومصر في امان وسلام وتقدم ودائما وابدا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته